يا طرى البنات الحلوة بتعمل ايه؟ شوفي انا بعمل ايه هانم اتفراجع لرسمة بتاعتي مش قلتلك قبل كده يا امنيا يا حبيبتي ما في جداعي تقولي لي يا هانم قولي لي طنط أو حتى قولي لي هدى لا طبعا يا ماما هي تنسى نفسها ولا ايه لازم تقولي يا هانم قلتلك مت مرة يا ندبلاش الاسلوب ده يا حبيبتي طب قولي بس يا ماما ايه رأيك في الرسمة بتاعتي يا حبيبتي كل انسان في الدنيا عنده موهبة في حاجة وانا قبل كده قلتلك انت مش بتعرفي ترسمي جربي حاجة تانية ومرسمش لي بقى يا ماما هي امنيا بترسمها هي بس امنيا شطرة في الرسمة حتى شوفي الرسمة بتاعتها منظمة ازاي يبقى يا ماما انت على طول شايفة كده ان امنيا هي دايما احسن مني انا ما شاو مش هعود هنا داني يا نادة تعالي هنا كده غلط ما ينفعش تسيبينه وتمشي ما تزعليش يا امنيا اكيد نادة ما تقصدش كمل انت الرسمة بتاعتك يا حبيبتي حاضرة انتو هده وبعدين معك يا نادة وبعدين في غرسك دي هتبطلي الكلام دا ام دا انت ما بقيتش صغيرة واغدبالك ولا لا مش هبطلي يا ماما طول ما انت بتعملي كده هفضل كده طول عمري ايه بعدي عني يا ماما وبلش تتكلمي معي روحي الامنية اللي انت شايفها احسن مني طب خلص ايدي يا حبيبتي وانا مش هعمل كده تاني ايه رأيك انت بتتكلمي بجدية ماما اللي بتتحكي علي هو نقدر اتحكي عليك برضو اللي تطلونا دهاني مقوامر شكرا يا ماما انا بحبك انا بصراحة امنية انا مش عارف انت اللي زايك بيعمل ايه في مدرسة دي انت مفروض اللي زايك يكون في البيت دي الوقت بيتعلم ايه نظف عشان لما تكبر تشتغلي مفيش دعلي الكلام دا ايه دا ميصحش كده ابدا وا واحد زايك انت بقاها تقولي ينفع عملي ما ينفعش عملي ما بقاش نقص غير اللي زايك ببنت الخدامة تعلمني انا الصح من الغلط انا نفسي اعرف انت بتعملي معايا كده لي انا عمدتلك ان شاء الله نفسك بيعمل يمسي بني في حالي بقى والله دي انا لو مش عاجبك امش من بيتنا وما نشوفكمش مرة تانية مش انت اللي تكرر يدان تنتو هيدا هيا اللي تكرر دا وتقول وانا همشي من مشكمش هشغل نفسي بوحدة زيك انت متستهليش اصلا واحدة زي انا هي مجنونة البت دي ولا اي هي زي اصلا تكرر النفسها بيه دي لا يمكن تبقى زيك انا تعبت اوي ماما خلص انا بقتش ادرس تحملي اللي ده بتعمله طول الوقت بتكلمي بطريقة وحشة قوي قد من المدرسة كلها وبتفضل تزل فيه عشان خاطر اي ماما خلينا نمشي من البت ده انا مش عايز افضل هنا دوري على اي شغل تاني يا بنتي طيب هنروح فين وهنأمل ايه انت عارفة ان احنا تعبنا قد ايه لحد ما اشتغلنا هنا هنسي بالشغل وناشف الشارع اكيد ما ينفعش وبعدين يا امني لو ندب تعمل كده فانت اعقل منها يا حبيبتي ما تردش عليها هي مش فهمة بتقول ايه سبك منها وركزي في دراستك وبس وبكرة تكبر وتبقي حاجة كبيرة او من بقاش محتاجين لأي حد يا بنتي اوعدك اوما اني هزاكل لحد ما خليك ترتاحي ومن احتاجيش للشغل ابدا انا لازم اتصرف لازم اخد حق منك يا امني يا لكن هعملي هعملي بس لقيتها انا فكرت في كلامك يا ماما لقيت ان انت معاك احق انا مفرد ما اعملش امنية بالشكل اللي بحجة ابدا انا اصالح ايه رائيك ما اقول انت بتتكلمي بجد يا ندا طبعا يا ماما مش بس كده انا قررت ان انا هديها هدوم من هدومي عشان تلبسها كمان ايه رائيك بقى ربنا يكملك بعقلك يا حبيبتي اندهي عليها لحد ما جيبي الهدوم انا اصفى يا امني انا عرف ان انا زعلتك بس انا مش عايزة كده علي مني خدي مني الجاكت ده ده يا صلح ما بيني اي رائيك شكرا يا ندا انا مش عايزة حاجة لا لا بجد انا ندمان على نعملت لو بديك الجاكت ده كاعتزر ارجوكي قبلي خدي يا امني يا حبيبتي وما تزعلش وصف الامور ما بينك وانتو برضو زي الاخوات مش كده يا ندا طبعا يا ماما واكتر من اخوات كمان شكرا يا ندا اتني الجاكت ده عشان في حاجة في دماغها انا يسحل للبسه مهما حصل وبعدين معك يا امني يا من امتى وانتي بتشوفي الناس بالشكل ده ما يمكن نيتها خيره بتصلحك بجد ليه بتفردي السوق في الناس انا عمري علمتك كده ابدا ما انا بعمل كده بقول كده عشان انا عارف عندي كويس ومتأكدة ان دي نيتها امني يا كده عيب اياك تتكلمي عن حد بالشكل ده مرة تانية وطالما هي اعتذرتك من قلبها هيبقى خلاص لازم ننسى اللي حصل وكمان هتروحي بالجاكت بكرة المادة ساوت شوفي وتتأكدي اني انت كنتي ظلمها هنشوفي ماما مي معا حقف الاخر اكد هتجد الوقت وتتريأ وتقول اي حاجة هو فتلبوسه على الساعة كل شوية يكشي اليوم يخلص ويعزي على خير غريبة حدى بوقت كتير ده الحدى دلوقت الاستمع ميتش اي حاجة حيات قيلت بكت دول لا اي انا فعلا انشكني ظلمتها الحمد لله اليوم خلص هروحة بقى البيت ماما فعلا اندلع معا حق تعالوا شوفيه بنات شوفوا اللي ما عندهاش اي حاجة تلبسها صابت عليها ديتها الجاكب بتاعي بعدما ترجيتني كتير قوي انها تاخدو انتي كدابة ان ادائلة بتقولي ده ما حصلش بالعكس انتي اللي تحيلتي علي كتير عشان اخدو ونبطر يتاخدو منك عشان مكسف كيش وهو انها تحيل على واحدة زيك لاما المدرسة كلها عارفة ان انت شحيتة وان انت بتلبسي الهدوم الازيمة واتفقنا كلنا مع بعض ان احنا هنجمع عليك الهدوم الازيمة ونجدها لك انا مش عايزة حاجة منك ولا عايزة حاجة من حد وخوضي الجاكل بتاعك اخو انا مش عارفة انش قلبس مكانك ابدا انت قللت الادب ايه اللي عملتي ده انت ضربتيني بالقلم انا مش هعملك حاجة بس احترم ولا ممتك انا مش عارفة انت بتعملي فيا كده ليه مما انت بتكرهيني شفتي احيزة لتني قدم المدرسة كلها وفرجت علي المدرسة كلها مش بس كده دي ضربتني كمان بالقلم شايف انت وصلتين الفين شايف حصل لي ايه انت بتقولي ايه يا امني امتى حصل الكلام ده خلاص يا سيته ده ما حصلش حاجة دول بنات صغيرة مع بعض لحد امتى تبضي لك دايما ومس انا مش هتكونت المراضي لانه حصل كتير قوي والمراضي مادت ايديها علييا ما حدش عارف المرار الجاية هتعمل ايه هي كده كده كل المرار تزريني وتعيني قدام المدرسة كلها انا خلاص مش عايز اروح المدرسة دي مرة دانية مش عايز اتعلم ايه دي حبيبتي انا استحقك علي يا سمحيني اوعدك اننا ده هتعتذر لك ما تزعليش ايه بس اللي بتقولي ده يا سيته ده خلاص ما حصلش حاجة لا ده حصل كتير قوي انا مش عارف اقولك ايه لكن اوعدك يا امي اننا هجبلك حقك ومش هخليك زعلنة او متضيقة ابدا واضح ان انا معرفتش ربكي بقى معقول اللي عملتي ده بتعيري الناس بفقرهم ومش بس كده بتميدي ايدك عليهم كمان انت بتضربيني ماما عشان خطرها واكسر رأبتك كمان لما شب انت بتعمل الغلط قدامي بقى لازم اعمل كده وهتتأسف الامنية كمان ومش بس كده عشان خطر اللي انت عملتي ده انت محروم من انك تشتري اي حاجة لمدة شهرين بس انا مش موافقة ومش عايز اعمل كده هتعملي كده يناد ورجلك فوق رأبتك يا امي هتتحرمي من كل حاجة انت بتحبيها ان هخرج دلوقتي فقري في كلام الحد مرجع اديني رجعت البيت جاهزة تنفيز اللي اتفقنا علي الاكيا سيكتر دي يا ماما ملكش دعوة هاي جاهزة تنفيز اللي انا قلتلك علي ايوا كلز عشان مجرد خط داما برضو هو انت اللي فيكي فيكي اي مش عايزة تتغيري ابدا انا هعمل اللي قلتلك علي يلا خلينا نخلص انا اسفى يا بنتي هلاللي حصل وعلشان اعوضك انا جبتلك هدوم جديدة ومحدش هيقدر يعيرك ابدا واي حاجة نفسك فيها طلبيها مني انا كمان هدوم جديدة هي القديمة اصرت في حاجة اخرصي انادو يلا اعتذري لا مش هتتذرك فيه اول هدوم جديدة اللي انت جبتها لها واعمل اللي انت عايزة يا ماما الرايحة قطي ما تزعليش يا امنية وما تسمحش يا بنتي لأي حد يعيرك بأي حاجة مهما كان مين الشغل عمره ما كان عيب ولا حرام وانت ممتك بتتعب وتشقى علشان تصرف عليكي فوعد تقليلي من مجهودها ابدا علشان اي كلام من اي حد مهما كان انت فهماني يا امنية فهمك يا تنتخل وشكرا لكي بقيت على كل حاجة انت جميلة قوي وطيبة بقى كده يا امنية تخلي ماما تنتل تشتري لك هدوم النهاردة اشتريت لك هدوم يا عالم بقى بعد كده تشتري لك ايه في يوم هترميني من البيت ده وتخليكي انت تبقى بنتها لكن انا مش هستنى لما اليوم ده يجي ابدا انا لازم اعمل اي حاجة واخلاص منك خالص انا نفس تخرج انت وممتك من حياتي وما فشوفكمش مرة تانية انا احسن حاجة اننا اتهم ممتك بالسرقة ووقتها بقى ماماش هدوم هتشتغال هنا ابدا وهتترككم من البيت بس اعمل كده زي ويطر بقى الاحسن اننا اتهمك انت ولا اتهم ممتك لا لا الاحسن اننا اتهمك انت يا امنية مام رهما تصدق ان ام امنية تعمل كده ابدا بس هعمل كده زي انا هيخدر في نسو حطها في حاجة بتاعت امنية بس هستنى البلعش ما حدش يحس يا مامي ماما انت سرقت حد اخدت فلوسي في اي انا دو عملت دوشة دي كلها ليه الفصل كات معي تسرقت ومش لقياها هتلاقيها وقعت منك هنا ولا هنا دوري عليها كويس دورت عليهم في كل حطة ومش لقياهم واضح ان في حد مضغاز هو اللي سرقهم عيب كده يا نادا اتكلمي باسلوب كويس وقفية حركاتك دي بقى هو انت ام مين فينا اركزي انت امي انا مفروض تساعديني انا وتصدقيني انا مش هيا انا اسدق اللي بيقولي الحقيقة مش بيكذبوا للأسف بنتي كذابة طب شو فيها هتلاقيها معالف اللي تصدقيني انا متأكدة تصدقيني اللي مرة بس حرام عليكي طيب يا نادا لما شوف اخرتها معاك اي يا بنتي انتي جيبتي الفلوس دي مني يا امني ما عرفش يا تندهت بس الفلوس دي مش بتاعتي انا عمري ماديتي ايضي على حاجة مش بتاعتي والله لا انت اكيد عملتك عشان تنتقمي مني لا طبعا انا والله اعمل معملك ادمها ما حصل انا معرفش الفلوسيكات هنا ازاي لكن انا عمري ما مديت ايدي على حاجة مش بتاعتي والله طيب خلاص يا امني يا روحي كاملة اللي انت تعملي انت سيتسبيها تمشي يلا اندهي على ما بتها وترضيهم منها لا دول حرمية ما ينفعش يفضلوا في البدة ملكش دعوة بالله هيحصل مش دي فلوسك يلا خضيها وتفضلي على قطك الو ايوة يا علي انا تعبت قوي من البنت دي مش عارفة اعمل معها ايه كل يوم اخطاقها بتكبره وبتزيد اكتر مليوم اللي قبله انا خلاص ما بقتش قادرة عليها طيب ايه ديه دا ايه رأيك اخدها معي تغير جوه بعيد عن البيت بس دا مش حل ابدا البنت بتتعمل مع الناس بعنصرية غريبة قوي فكرا ان دا طبيعي طيب انت شايفا ايه نعمله انا فكرت في حل وبفكر نفزه خلاص تبني يا علي وانا هتصرف بست يا سعدية انا عايزكي تاخدي اجازة اسبوعه في خلال الازواء دا انت هتقعد في الشقة بتاعتنا لحد ما تصرف معنا دا علشان المشاكل ما تجبرش اكتر من كده ومتقلقش مرتبك زي ما هو انا خلاص يانا دا مشتهم البيت زي ما انت عايزة يا حبيبتي بجد دا ما شكرا اوي انا بحبك اوي بس تانا خلاص قررت ما جيبش شغالة من تاني ومن النهاردة انت اللي هترويق البيت كله معايا نعم لا طبعا انا ما اقدرش اعمل كده لا هتقدري مش دا كان طالبك وانا نفسه يبقى انت كمان لازم تسمعي الكلام انت كان معاك حق انا ما ينفعش اصقف اي شغالة في الدنيا ولا اجيب اي حد يساعدني ومن النهاردة انت حبيبتي اللي هتساعدني واكيد مش هتسرقي نفسك طيب يا ماما حاضر ماما خلاص ما بقتش ادرس احمل خلاص رقعهم مرة تانية لا انا مرتاحة كده وقدينا بنعمل بيتنا بنفسنا خلاص يما بقى انا هقور كل حاجة امنية ما سرقتش اي حاجة انا اللي عملت كل ده يلا بقى ارجعيهم مرة تانية انا كنت عارفة ان امنية ما تعملش حاجة وكنت عارفة انك بتجدبي علي بس يا ريت تكوني تعلمتي ان وجودهم كان مهم وان كل واحد اللي يدور في الدنيا ما ينفعش حد يقلل منه مهما حصل انا تعلمت وعدك يا ماما من العمري هعمل كده تاني بس رجعيهم هرجعهم بس اتمنى تكوني تعلمتي الدرس بجد يا ندا اعودي بقى يا شهيرة خيالتيني مش قادرة عودي يا خالد انا خيفة اوى على حرية ما تقلقيش ان شاء الله كله خير انا متفائل جدا بالدكتور ده انا مش قادرة تخيل لو لا قدر الله العملية منك حدش انا هعيش ازاي من غير حرية دي هي كل فرحتي في الدنيا انا مقدرش اعيش من غيرها لو ثانية واحدة وبعدين معك يا شهيرة انت بتقدري البلاء قبل وقع لي بس ان شاء الله العملية تنجح وحرية تقوم لنا بالسلامة يا رب يا خالد يا رب انا خيفة عليها اوي حرية بنت قوية وان شاء الله هتقوم بالسلامة ان شاء الله انا تعبتك معي اوي يا خالد كلام ايه اللي انت بتقولي دي يا شهيرة اذا ما كنتش هتعب مع اختي وبنتها هتعب مع مين يعني ربنا يخليك لينا ما انتخلها برضو الخيل والد طيب يلا يلا الدكتور خرج اهو تعالى ما نسأله عن حالتها طمنا يا دكتور ايه اخبار العملية العملية نجحت الحمد لله بس لازم ننزلها العناية المركزة علشان نتابع حالتها اكتر طيب هي هتفوق امتى يا دكتور لا ما حدش يستعجل عليها بانها هتفوق لان ده سابق لقوانه دلوقتي يعني ايه الكلام ده مش حضرتك قلتلي ان العملية نجحت انا قلتلي ان العملية نجحت فعلا لكن استجابة الجسم اللازم لها شوية وقت ما ننساش ان القلب ده مزروع يعني مش مجرد عملية عادية والسلام طيب انا اقدر اشوف بنتي انت يا دكتور للاسف لا اي زيارة ممنوعة دلوقتي طيب اتطمن عليها بس من بعيد مش هخليها تعمل اي مجهود ولا هعمل اي قلق ممنوعية مدام ودل سلامتك لسلامتها هي ان شاء الله او المدفؤون الطمن عليها وعلى مؤشراتها الحيوية هننقلها الغرفة عادية فارن ووقتها تقدر تشوفيها خلص بقى يا شهيرة ايه دي وهو الدكتور طمننا عنها وان شاء الله هتكون كويسة ان شاء الله والف سلام عليها الله يسلمك يا دكتور متشكرين اوي على تعبك معنا بقولك ايه مش يلا روح ايه كافية شهيرة انا كله ما ولا حاجة انت مكلتيش اي حاجة من مبارح لا انا مليش نفس انا مش هقدر ايكل قبل ما تطمن على بنتي ايوة بس انت كده هتضعفي ومش هتقدر تستويطولك قدامها وده مالصح اللازم تكون قوية قدامها عشان البنتي ما تحسش باي حاجة انا مالش نفسي والله يا خالد روح انت وهاتلي معك قهوة طب بقولك ايه انا هروح اجيب سندويتشن خفاف كده وكب بيتين قهوة وايجي طيب ماشي شهيرة شهيرة ايه ده انت نمتي ولاي شكلك مرهقة قوي لا انا بس الصدع تعبني شوية طب جبتلك السندويتشاته وقهوة اشربي القهوة علشان الصدع يروح وحاولي تكلي عشان المجهود اللي بتعملي وكده مش كويس ان حرية اول ما تفتح عينها تشوفك تعبانة تفتح عينها هي بس ان شاء الله هتفتح عينها لا انا مش جايلي البعود هنا انتظرها انا هروح قدام غرفة العناية المركزة لحد ما تفوق ايوا بس الدكتور ايل الدكتور يقولي اللي هو عايزه انا الانا قوي على بنتي يا مادم شهيرة ما ينفعش كده حضرتك اكلت الترقى رايح جاي انا بقالي ساعة هنا وما بتكلمش ولا بعمل صوت كل اللي انا بعمله ان انا منتظرة بنتي تفوق وتطمن عليها وبس يعني لو بنتك فائت دلوقتي هتدخل تطمن عليها وتمشي ايوا بس هي تفتح عينيها طيب اتفضلي دخلي بس من غير ازعج لو سمحت وما تتكلمش كتير معها من فضلك يعني هي خلاص فائت ايوا الحمد لله فائت حرية حبيبتي تطمنيني عندك يا قلبي عملا ايه دلوقتي وحاسة بقيق ليلي الحمد لله وما انا كويسة بس حاسة اني هبطانة قوي معلش يا حبيبتي ده من قصر البنج بس انا بقى دلوقتي اتطمنت عليكي هروح البيتة جيبلك لبسه شوية حاجات ماشي يا ماما هيا شهيرة اتطمنت عليها ايوا الحمد لله الحمد لله اني ربنا كتب لها الشفاء انا هروح البيت اجيب لها شوية حاجات ورجعها على طول طيب تمام وانها استنهينا لحد ما ترجعي تاني حرية حرية ايه ده السود ده جايمني من اللي بينادي حرية انت تا معاني مشايفاني انا سمعكي بس ان مش شايفاكي انا سيلا صاحبة القلب اللي بيدوء في صدرك صاحبة القلب ازاي يعني القلب تبقى بتاعي لا يا حرية القلب ده بتاعي انا وانا مقدتش عايزة تديل اي حد لكن انتي مطي وتبرعت بالي قبل ما تموتي انا مبرعتش بقلب يدوء سرقوه مني بتقولي ايه سرقوه ايوا سرقوه حور حور ايه دي مين ده اللي تسرق ماما سرقوه سرقوه يا ماما منها هو ايه ده يا حبيبتي انا مش فهم حاجة شكلك كنت بتحلمي حلمي صعبة قوي لا يا ماما اللي انشفتوه كان حقيقة ما كانت مجرد حلم طيب ايه دي حبيبتي تحب اندهلك الدكتور ايه يا ماما ندين ندين عشان نعرف القلب ده بتاع مينه وليه سرقوه انا مش فهمة اي حاجة ابدا انتي بتتكلمي عن ايه القلب اللي بيدوء فسدري داي ماما مش قلبي ده قلب بنته تانية سرقوه منها ودهولي يا حبيبتي ما فيش حاجة اسمها سرقوه قلبي دول ناس بيكونوا جمعوا المستشفى في حوادث ولما بيعرف انه هم هيموتوا بيقرروا يتبرعوا باعضاؤهم عشان ناس تانية تعيش وهو ده اللي حصل معاك لا يا ماما صاحبة القلب ده اسمها سيلا وقالت اندى قلبها ترق منها انا متأكدة من لنا سمعتو طيب ايه دي وانا هندع للدكتور علشان ننهي الجدال في الموضوع ده وتسمعي منه بنفسك مساء الخير مرضتنا عملا ايدي الوقت والله يا دكتور حرية مش كويسة خالص وبتقول كلام غريب من اول ما فائت خير في ايه الدكتور القلب اللي بيدوء فسدري دا بتا عمين يعني ايه بتاع مين بتاع مريضة تبرعت لك بيه يعني هي جانت عارفة ان انا عايش وهي هتموت طبعا عارفة وبعدين الاعضاء اللي زي القلب دي بيتبرع بيها المرضى اللي متهم محتم يعني دخليني المستشفى في حوادس وكده كده ومتهم حتما هيحصل لا بس طاحبة القلبة بتقول غير كده غريبة بتتكلمي يعني وكأنك تعرفيها ايوه اعرفها انا شفتها وكلمتها وقالت ان قلبها تسرق منها وانها جاي علشان ترجعوا دكتور ايه اللي بيحصل لبنتي بالضبط انا بدأت أقلع عليها الطمينية مادم شاهرة ما فيش حاجة كل دي هلوي اسمه بعد العملية ومعرض اي حد يتعرض لها دي حاجة اسمها متلازمة القلب الغريب ومع العلاج بتروح ان شاء الله متلازمة القلب الغريب يعني ايه متلازمة القلب الغريب دي يا دكتور بنت حضرتك لسا عندها احساس ان القلب ده مش بتاعها وانه غريب في جسمها علشان كده بتشوفي الهلاوز دي الطميني خالص كل دي علاجه سهل حاولت نمي وترتاح دلوقتي حرية وانها مر عليك تاني بعضين نمي حبيبتي نمي وارتحي زي ما الدكتور امر حرية انت لست مش مصدقاني مش مصدق ان القلب ده قلبي بس هم قالوا انه مش مسروق لا قلبي مسروق مني ولو ما عايزة تشوفي اوريكي هاتوريني ايه تعالي معايا على فين تعالي بس ايه ده احنا ايه اللي جبناها نميز دي قوضة العمليات ايوا دي القوضة اللي تحكوا علي فيها وقالوا ان هي عمليت قلبس وغيره ومش هيحصل اي حاجة واني لازم عملها عشان اجري واعيش والعب زي باقي البنات ايه اللي انت بتقولي دي يعني انت ما كنتش تعبانة اصلا لا اولا عرفتوا بعد كده ان انا ما كنتش تعبانة وانهم ضحكوا علي عشان ياخدوا قلبي وفي زي كده ناس كتير طيب وانت عايزة اني اعمل لك ايه ده الوقت لو انت اخدت قلبك تاني انا هموت لانا كده مبقاش عندي قلب اصلا انت طيب اقوية حرية ما كانش لازم ان انت تعرفي انه ما هسروا قلبي علشان يدهول يكتعوشي بي انا كنت جاية اخد قلبي وامشي وما كنتش هعرفك اي حاجة لكن انت طيبة قوي انا هسيبك تعيشي بقلبي ده الجلد صحيح اللي انت بتقولي ده ايوه صحيح يعني مش هتكون يزعلنا ان انا عايشة وانت لأ لا مزعلنا بس عايز اطلب منك طلب واحد وتوعيدين انك هتنفذي اطلب اللي انت عايزة انت لازم تجيبي ليحق من المجرمين لانت روى قلبي دول ازاي اقدمي بلاغ للشرطة ان المستشفى هنا بيعمل عملية مجبوهة وان ارواح النصف خطر ايوه بس انا الاسود صغيرة مفيش حد هيسمح لي اقدم بلاغ زي كده خلي ممتك هل تقدمين البلاغ نيابا عنك طيب وانت يا زي الزفادي اي من كده البلاغ هيعمل تجيب ويجعل المجرمين يخافوا ويتصرفوا الفوضى وصاعدها يكتشفوا ان هم مافيا وانا اصبح خطحها لما شوفهم بيتسجنوا قدام عيني انا احاول اعمل كده يا سيلا ما تقلقيش وانا واثقة فيك يا حرية بس ارجوك اعمالي بسرعة لانشان محدش دانين ام على السرير دا ويموت وهو ملو الزنب شكلك تعذبتي قوي يا زيلة انا كان عندي حياة جميلة وكان نفسي قوي ان انا اعيشها لكنهم حرموني منها متاري ايش انا اعمل كل اللي اقدر علي بخليهم يتسجنوا يعني مصدقاني مصدقكي طبعا حرية حرية انت رجعت تتكلمي تاني وانت نايمة ماما لو طلبت منك طلبها تنفسي هوني طبعا يا حبيبتي اطلبي اللي انت عايزاه اي طلب يا ماما اي طلب يا قلبي اطلبي انا هنفز انا عايزاك اتقدمي بلاغ ان في عمليات مشبوهة بتحصل جوى المستشفى وقدرت المستشفى بتغطي عليها ايه كلام اللي انت بتقولي دا يا حرية احنا جايين هنا علشان نتابع ونعمل عملية علشان تخفي وبتقومي بالسلامة ولا علشان نعمل بلبلة في المستشفى ونقول ان في عمليات وغيره احنا منا بالكلام دا ماما انت قولي تعملي لي لانا عايزاه ايوا يا حرية بس لما تكون حاجة منطقية يا حبيبتي لكن اللي انت بتقولي دا مش منطقي ابدا هو ايه اللي مش منطقية ماما ايه اصابة في ان حضرك تقدمي بلاغ ان في عمليات مشبوهة بالتمة في المستشفى بدون علم المرضى طيب خليني يقدمت فعلا البلاغ ممكن اعرف انت استفدت ايه من ضجة دي كلها هاجيب حقي سيلا اللي سرقوها حرية يا حبيبتي سيلا اللي في دماغي جدي وهمه ما فيش الكلام دا خالص انت بتهيقلي دي كلها هلاوس ما بعد العملية الدكتور قال كده انت بصدق الدكتور وانا ما صدق لانا شفته بعيني سيلا شخصة حقيقي الظلم وهي الانسانة اللي قلبها بيدقه جوايا ايه يا جماعة عفيقي شايفكم كده بتتكلموا سامع صدق من بعيد اتحسنتي يا حرية مش كده طمنيني عنك يا حبيبتي الحمد لله يا خالو طيب ايه الموضوع ملكم حريات جننت خالص يا خالد بتقول اني في بنت اسمها سيلا وان هي صاحبة القلب دا وكلام غريب كده ارجوكم اعملوا لان اعوزة بس وقدي وبلغ صغير فقدرت المستشفى انها بتعمل عمليات انا مش فهم حاجة عمليات ايه مطبيق المستشفى بتعمل عمليات نقل اعضاء ايه خالو بس نقل اعضاء اعضاء مشبوها يعني تقتل الناس وبتترق اعضاءهم معلش يا خالد حرية اعصبها تعبنى شوية ينسبها ترتح وتعالى برة معي هي ايه القصة انا مش فهم اي حاجة البنت بتقول ان العملية القلبي مسروق من بنت تانية وان البنت دي زهرت لها وبتقول لها عايزة قلبي وبتقول لها كمان انهم قتلوها علشان ياخدوا قلبها معقول ايه الكلام دا ايه انت بلغت الدكتور بكل اللي حصل دا انا قلت له ان حرية بتشوف حاجات غريبة وقال ان دي هلاوس لكن طبعا مش هروح اقول له ان البنت بتقول ان المستشفى فيها مافيا وتجارة اعضاء انت ايه رأيك يا خالد اروح اعمل بلاغ فعلا ولا لأ لا طبعا انت بتفتحي على نفسك ابواب جهنم انت عارفة قضية التعويدي اللي ممكن ترفعها عليك المستشفى ممكن تعمل قد ايه احنا انسب حل نخرج حرية من المستشفى ونلتزم البيت جاي السنسة لما دخرج من المستشفى معك حقي فعلا يا خالد نورت بيتك يا حرية يا حبيبتي شكرني ممعا اذنك هطلع ارتاح هي حرية لسا زعلنا ولا ايه من وقت ما قلت لها ان انا مش هقدم البلاغ وهي زعلنا ورفضة تتكلم معايا زي ما انت شايف كده انا مش عارفة دماغها فيها ايه انا خيف اوي عليها ما تقلقش عليها كل حاجة ان شاء الله هتكون بخير ماما ماما في ايه حرية يا حبيبتي انت كويسة كرأت الاغبار النهاردة على اليوم السابع لا لسا ما فتحتش نت وما شفتش اي اغبار النهاردة طيب افتحي بسرعة ايه ده دي المستشفى اللي عملنا فيها العملية والدكتور اللي عملنا عملية ميسكو وهو بيحاول يعمل اقناق اعضاء فش اقام فرشة بدأوا معاها التحقيقات معقول ده عرفت بقى يا ماما ان سيلا ما كنتش واحمل وانها كانت شخصة حقيقي ايوة بس ده حصل ازاي انا توصلت لما واحد صاحفية وشرحت لها كل اللي بشوفه هي اللي توالت الاضيه وكشفت الدكتور على حقيقته معقول انت عملت كل ده لوحدك في الاول ما كنتش مصده وقفرت التليفون فرشي لكن بعد ايام اتصلت بيه وتكلمنا وصدقتني وعملت اللي كان لازم يتعامل رجعتها اقسي له انا بجد فخور بك او يا حبيبتي واسفة جدا ان انا ما صدقتكش في الاول موسيقى